السلام عليكم أصدقائي بعيدا عن الأخبار اليومية بألمانيا هناك شيء مهم وخطير يحصل بألمانيا ويؤثر على كل السكان بألمانيا مع الأسف الشديد يؤثر على كل الناس مع عدل أثرياء وهذا الشيء هو الكهرباء وأسعار الكهرباء التي للأسف الشديد الكثيرين خصوصا يعني من القادمين الجدد لا يفهمون كيف يتم احتسابها لكل منزل أصدقائي هناك ميزانية كهرباء تقع بالكلة تسمى الشتوم تسلاشتاند وهذه توجد بها عداد لاستهلاك الكهرباء سواء كنتم عائلة صغيرة أم عائلة كبيرة أم شخص عزابي عندما تسكن العائلة ببيت جديد أو الشخص العزابي ببيت جديد يتم تخمين الكلفة الاستهلاكية السنوية ويتم على أثرها يعني توقع مبلغ للدفع الشهري سواء كان 70 يورو بالشهر 50 يورو بالشهر 100 يورو 150 يورو بالشهر بنهاية العام يتم احتساب كم تم صرفه وإن كان الصرف أكثر يعني يتم أخذ مبالغ إضافية تسمى يعني ناخت سالونغ وإن كان هناك يعني اقتصاد باستلاك الكهرباء وهذا الأمر مستبعد يعطى الشخص مبلغ مالي قبل أزمة أوكرانيا التي بدأت بعام 2021 وليس بفبراير من يعني 2022 كما يعتقد الكثيرين ببداية 2021 عندما بدأت روسيا بتغيير تدفقات الغاز القادم لألمانيا الذي يساهم بإنتاج الكهرباء بسبب التلاعب أو التغيير ارتفعت أسعار الغاز بأوروبا وبألمانيا وعلى أثر ذلك حصلت زيادة بأسعار الكهرباء بعد أن كانت يعني بالمعدل العام 32 سنت لكل كيلوات بالساعة مثلا بمنطقة أصبحت 39 سنت لكل كيلوات وببعض الأماكن تجاوزت الأربعين وعندي أصدقاء بشمال ألمانيا يدفعون 44 سنت وبشرق مكلنبوغ فوبومن يدفع البعض 50 سنت لكل كيلووات الواحد بالساعة 50 سنت أصدقائي معناها يعني دمار شامل للعائلة أو لمن يسكن بأي منزل يدفع هكذا قدر مرتفع من الكهرباء الآن أثناء عملي بحث لأجل أن نعمل لكم فيديو إخباري جديد وجدت بعض الأنباء التي تتكلم عن أنه شركات الكهرباء خصوصا شركات الكهرباء الكبرى تخطط لزيادة كبيرة جديدة بأسعار الكهرباء هذا الكلام ليس من عندي بل من مصادر إخبارية موثوقة والزيادة هي على الكيلووات الساعي الواحد وقد تكون زيادة أكثر 30% أو 50% من الوقت الحالي في حال بقيت الأمور على ما هي عليه ولم تتأزم مع الروس لأنه سوق الطاقة به ارتفاع كبير عالمي ولكن الزيادة لا تأتي بشكل مباشر علينا بل بعد وقت اللاحق بسبب عقود الشركات مع المزودين الإقليميين والدوليين والشركات الكبرى التي سوف تزيد من أسعار الكهرباء هي RVE و EON أو EON يسميها البعض و ANBV والشركة الرابعة الأخرى هي Fatenfall هذه الشركات تنوي زيادة أسعار الكهرباء أبتداءً يعني من فصل الصيف القادم أو يعني بعد شهر يونيو حزيران ما الذي يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟ الجواب أصدقائي لا يمكننا فعل أي شيء لأن الزيادة هي أمر لا مفر منه ومن لم تطال الزيادة الآن فسوف تطالها قريباً كون سعار الغاز فقط يعني ارتفعت بمقدار 150% عن ما كانت عليه قبل عام من الآن فهذا ينحكس على كل شيء خصوصاً بسوق الكهرباء شخصياً أنصحكم بتبديل الأجهزة الكهربائية القديمة مهما كانت سواء ثلاجة أم فرن أم طباخ أم غسالة صحون أم غسالة ملابس قديمة حاولوا أن تتخلصون منها وعند شراء أجهزة جديدة السعر هو ليس المهم بل المهم كمية استهلاك الكهرباء بالأجهزة الجديدة أنا اشتريت أجهزة اقتصادية بآلاف اليورهات من العام الماضي ويعني لأني كنت أتوقع أنه راح تحصل هذه الزيادات بالأسعار ووفرتها لاحقاً لأني لم أدفع زيادة من المهم الانتباه كم كيلواط يكلف الجهاز الكهربائي المعين كل ألف ساعة وهذا يكون مكتوب على أغلب الأجهزة الكهربائية بمتاجر مثلاً زاتون وميديا ماكت وحتى عند الشراء الأونلاين ويكون موضح بالشكل الآتي أصدقائي نفس هذه الصورة يتم كتابة الرقم هنا كم كيلواط كل ألف ساعة يستهلك الجهاز الكهربائي سواء تلفزيون غسالة يعني ثلاجة وإلى آخره رقم الاستهلاك يجب أن يكون أهم من سعر الجهاز الكهربائي مثلاً إذا غسالة جديدة سعرها ألف يورو واقتصادية فهي أفضل مادياً من حيث يعني بالمقارنة مع غسالة جديدة بخمسمائة يورو وغير اقتصادية هذا الأمر أنتم تقررونه بعد أن تعملوا مقارنة بالأسعار ومعدل استهلاك الكهربائي إذا كنت تريد أن تجدد أجهزة كهربائية بمنزلك مثلاً بمبلغ ألفين يورو فيعني سيكون الأمور أفضل لو اشتريت نفس الأجهزة ولكن يعني اقتصادية ولكن بثلاثة آلاف يورو لأن الفرق سوف يعني يكون واضح بفاتورة الكهرباء عن نفسي غيرت وعوضت الفرق اللي كان من المفترض أن يحصل بفاتورة الكهرباء بينما من لم يغير يعني بأجهزة الكهربائية ودفع زيادات كبيرة بالأسعار نسمع من بعض الأخوة المتابعين سواء برسالة على الإيميل أو بالتعليقات البعض دفع أكثر من ألف يورو والبعض دفعوا يعني ألف وخمسمائة يورو فقط زيادة باستهلاك الكهرباء لو كنت مشتري أجهزة اقتصادية بهذا المبلغ كان أفضل لأنها راح تخدمك سنين طويلة الموضوع الآخر أصدقائي في مدينة ماريو بول الأوكرانية التي تقع شرق البلاد هناك حصار شديد مدة حوالي شهرين يعني عملتها روسيا على هذه المدينة وأعلنت الآن روسيا رسميا احتلال هذه المدينة الكبيرة التي بها معامل الحديد والصلب الأكبر بأوروبا وهذا بحد ذاته خبر سيء لألمانيا كونها يعني تتميز بأنها دولة صناعية تعتمد على المعادن والمواد الأولية ومن ضمنها الحديد الذي تنتج معامل ماريو بول الأوكرانية ومن ناحية أخرى بدأت معالم الدعم الألماني الجديد بالأسلحة الثقيرة لأوكرانيا تتضح أكثر وأكثر فألمانيا ستقوم بدعم أوكرانيا عبر المرور بدولة أخرى وليس بشكل مباشر وحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن ألمانيا ستعطي لسلوفينيا عدد كبير من دبابات قتالية من نوع تي زفايونزيبسيش ومدرعات من نوع ماردير عالية التقنية تكلمنا عنها بفيديوهات سابقة وراد فانزا فوكس وهذه هي عبارة عن ناقلة جنود متطورة برمائية يعني تمشي بالمياه على اليابسة مضاد القنابل اليدوية والألغام وكانت تعتبر مفضلة بأفغانستان ومالي وكوزوفو والصومال لقدرتها العالية على صد الهجمات الصاروخية والألغام الموضوع الآخر أصدقائي مهم جدا لكل سكان أوروبا يوم أميس كان هناك مناظرة نارية بين المرشحين الوحيدين المتبقين لحكم فرنسا إيمانويل ماكرون ويعني المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان التي تعد بمنع الحجاب بالشوارع بفرنسا بالأماكن العامة أيضا فور فوزها وتعد بتغيير جذري بالعلاقة مع ألمانيا وإنهاء الكثير من الاتفاقيات بين البلدين المناظرة مهمة لكل سكان الاتحاد الأوروبي لأن الانتخابات الفرنسية قد تكون تحمل مفاجأة كبيرة قد تغير أوروبا إلى الأبد ويعني تتأثر ألمانيا بشكل كبير جدا كونها يعني صديقة مقربة من فرنسا اللي هي تعتبر الدولة الأقوى أوروبيا من الناحية العسكرية ومارين لوبان لديها أو لوبين كما تسمى بالفرنسي حسب ما أعتقد لديها مواقف تجعلها تنفر من ألمانيا كان هناك عدة محاور بالمناظرات وكان يعني كل من المرشحين سواء ماكرون أو لوبان يحمل كراهية تجاه المرشح الآخر خصوصا مارين لوبان أو لوبين كانت تحمل غضب كبير من إمانويل ماكرون بالنسبة إلى قضية أوكرانيا إمانويل ماكرون يريد أن تكون أوكرانيا جزء من الاتحاد الأوروبي وجزء من الناتو بينما مارين لوبين مع أن تكون أوكرانيا مستقلة وبعيدة عن أمريكا وبعيدة عن الأوروبيين وبعيدة حتى عن روسيا تعتقد أن هذا سيكون حل يرضي الجميع من ناحية الاقتصاد ماكرون يريد الاستمرار بالخطط الحالية والتركيز على النووي طبعا نعرف أنه ألمانيا أيضا تشتري كهرباء من فرنسا يعني بسبب مفاعلاتها النووية وعدم اعتمادها على طاقة نظيفة أو الغاز الروسي مارين لوبين تريد تخفيض الضريبة على الطاقة ضريبة القيمة المضافة ورفع رواتب الفرنسيين وانتقدت ألمانيا انتقادات حادة جدا وقالت يعني بمحافل عديدة ليس فقط في هذه المناظرة أن ألمانيا هي السبب بغلاء أسعار الطاقة بفرنسا والسبب اعتماد ألمانيا الكبير على روسيا بالغاز ولو كانت ألمانيا مستقلة عن الروس لكان لألمانيا مثلا كهرباء نووية يعني لو كان لديها كهرباء نووية لما حصل ضغط كبير على سوق الطاقة الأوروبي وهي تريد يعني بسبب يعني هذه المواقف ومواقف عديدة أخرى انهاء التعاون العسكري مع ألمانيا وتريد أيضا إلغاء التوربينات التي تولد الطاقة الكهربائية عن طريق الريح وتعتبرها سخيفة وتعتبر حماية البيئة بهذه الطريقة سخيفة وتستهلك مال كثير ويعني تعمل أزمة سكن وكلا نستغرق أكثر بالشرح أصدقائي سنتكلم عن الحجاب قالت مارين لوبان فر فوزي بالانتخابات سأمنع الحجاب من كل فرنسا تخيلوا بالمناظرة يعني الرئاسية الخابية يعني كان الحجاب ينال الموضوع عام جدا وكأن البلاد لا يوجد بها مشاكل أخرى قالت مارين لوبان أنها تريد محاربة الإسلاميين حسب ما هي وصفتهم لأن الحجاب يعني حسب كلامه يهين ويقلل من قيمة المرأة ويميزها عن نساء الأخريات ومن ناحية أخرى إيمانوال ماكرون قال أن الذي تريدين فعله يا مارين لوبان سيجلب الحرب الأهلية لفرنسا وقال أن فرنسا دولة علمانية والدولة العلمانية تعطي الحرية للجميع ولكنها لا تحارب دين أو تمنع رمز ديني معين وهي لا تحارب لا الحجاب ولا القلنس واليهودية ولا العمامة الهندوسية بالنهاية أصدقائي موقف إيمانوال ماكرون بالمناظرة كان هادئ وغير هجومي على عكس يعني المرشحة اليمينية التي انفعلت وكانت تهاجم وهو يدافع بهدوء وهذا الهدوء قد يجعل الناخبين يفقون بإيمانوال ماكرون بشكل أكبر كون يعني فرنسا أو يعني كل الدول الأوروبية هي بغنى عن المشاكل الداخلية والمواقف المتعصبة خصوصا وأن القارة تواجه تحدي كبير متمثل بروسيا الموضوع الأخير أصدقائي هناك يعني موضوع غريب جدا وهو يعني قاضي سابق ألماني بمحكمة العدل الدولي بلاهاي وهو القاضي فولفغانغ شونبوغ عمره 74 عام فجر مفاجأة كبيرة هذا اليوم وقال بالإمكان اعتقال الرئيس الروسي فلاغيميا بوتين في حال سفره خارج روسيا والأمر يعني نشرته وسائل الإعلام الألمانية وقال الأمر ممكن جدا أن يحصل عن طريق مذكرة اعتقال دولية سرية تصدر من محكمة العدل الدولية بلاهاي شبيهة بالمذكرة السرية التي أدت إلى اعتقال الجنرال الصربي السابق اللي اسمه مومير تاليتش المتهم بتنفيذ جرائم حرب وإبادة جماعية في فترة الحرب بين يعني صربيا والبوسنى ويعني هذا الرجل تم اعتقاله فور سفره خارج صربيا عندما ذهب لمؤتمر بفييننا عام 1999 وسلم إلى محكمة لاهاي الدولية جاء الكلام من القاضي السابق يعني بعد إعلان روسي عن أن الرئيس الروسي فلاديميا بوتين سيسافر إلى مدينة بالي بشهر نوفمبر لحضور مؤتمر قمة الدول العشرين الاقتصادية وقال المحامي أن لا أستبعد إمكانية اعتقال فلاديميا بوتين بنفس الطريقة التي اعتقل بها الجنرال الصربي بسبب جرائم الحرب بأوكرانيا ولكن حسب قوله يعني أنه فلاديميا بوتين هو رجل خطير للغاية وقد تحصل مشاكل كثيرة في حال اعتقاله أصدقاء بهذا الخبر نكون وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادية وتحياتي لكم نلتقي في فيديو آخر مع السلامة